صباح النور صباح الفل والياسمين إن شاء الله نهاركم من أسعد ليا مات وحسلين من نسل كل محال الفيديو يا هبتلكم العشية أما نصبح عليكم خاطر أكيد فهم مش كوني تفرج في الفيديو أصبح إن شاء الله نهاركم زين يا ربي إن شاء الله نهاركم هكا يكوني تعدى آآ بكل وفرحة يا ربي وخير إن شاء الله نسمع لكم كالأخبار الطيبة يا ربي اليوم ما هنهار لحد الفيديو هذي مصورته اليوم مش يهبط لكم اليوم إن شاء الله يا ربي الله غالب أني البارحة آآ على أساس ما نهبط اليوم الفيديو هذي وفيديو اللي هبط لكم الصباح نور مال مورا وهبط قيمس أما الإنترنت عملتها فيه حسن الفيديو هذي نهار لحد فكا قلت خلي نصور معاكم شوية شو مش نعمل اليوم كما تعرفوا آآ يعني آآ المرة اللي فات عملها مبعاظنا لمجت لولاد قلت خلي اليوم نشارك معاكم لمجتهم مدام آآ مدام مش نحضر بخاطر سايم يعني ما عمدي آآ كالكوكيز وما عمدي كالكورواسون هكا هوا آآ حاصلوا وقت طوي يهبط لكم هو الفيديو أني تصبقت الفيديو هذي كيف طيبت كالكوكيز كيفش طلع حاصلوا آآ المهم لبنات آآ حبيت نصبق لكم الفيديو هذي كنت حبو هكا تاخذوا فكرة على رمجة لوليت شنبش نحضروا اليوم آآ مقبلها كما قاعدين شوفوا صبحيتي مع الصغار اليوم سلمة الله غالب متقلقة شوية عندها صخانة تطلع في الدروس مسيكنا بنيتي كل يوم هيك آآ كل يوم تتقلق يا في الليل اليوم الصباح كامل هيك عديت ومتقلقة كامل حمدولك عتيتها الدواء وكل آآ يعنيها قامت ولعبت وحمدوله لا بس اما ما فطرتش معنا باللول كان من بعد هذي تلها فطورها الفرشة وفطرتها يعني كل حصيلوا اليوم الصباح قالوا لي ما نحبوا على على زيت وعظمه كهو معنا مش تقريب جمعة هذي كل ما عمت لهم مش كزي زيتونا وكل مرة حاجة هما يفطروا أكاها وليت غليت لهم شوية عظمه زيتونا شوية فرما أجوكا وهذه هو فطورنا وشوية خمس قمح صخنتوا أكاها وقعدنا نيوسالم واناس نفطروا حصلوا اني لحقيقة متقلقة شوية زادة ما عرفتوا كل هون نحكي معاهم بل نقدر ماذا به ما نتكلمش أصلا والله حصلوا وش نكملوا ونكملوا نفطروا اليوم الحقيقة ما هي اللي طيبت لي لفطور بحثت لي لفطور خطر الله يا ما بنا قرأيتهم وما بينا جدت سلمة ولت على اساس مش نمشي لدارنا ما سهلش ربي معناها مش نمشي منبكي نبدأ عندي برشا حاجات وراية زيت عندي لمجة لولاد عندي قرأت أنسوا وسالم عندي سلمة زيت مش نمشي لدارنا مش نبدأ عرفتوك المش على راحتي البرح في الليل برحة سبت عدوو يلعبو الصغار وجيوا عميتهم وبنت عميتهم وكل شي خليتهم على راحةهم وقرأيتهم قلتوا اليوم يقرأواها هكا هو كمانا سربنا حاجينا هم قاموا كل واحد عطيته خدمته خاطر سالم عنده املة بش يحفظها وانسهو كخدمة يعني اين هو عطيته هكا شوية جمال لك بش يحفظهم وكل شيء تعرفوا دولك تارية سنوات الأولى معناها ماذا بيهم يركزوا على انه يحفظوا الكلمة يحفظوا هكا الكلمات وكل شيء عطيتهو كيكتبهم ويحفظهم كيف كيف سالم هم قاعدين في بيوتهم اخرجت الكوجينا اليوم ما قلت مش مش نعمل حتى شيء بطبيعة في الدار نضيفة ما عندي فاحات شاي بشي تعمل دبشي البارح طويته في الليل وما يلعبوني هيكا قلت خلينا نطلع نقص على روحي باش اليوم نتلهي بهم اما الحقيقة لازمتني ندخل الكوجينا حتى كان ما عنديش فطور معناها اما لازمتني نعملهم حاجة اللي موجودهم سالم اليوم قل ما خليني ما كنهار كيف جيت بحذيهم عطاتهم كل واحد بشي شي لمجة اليوم على اساس قل ما بش نلتوى معنا عندهم ايامات عندهم قل ما شمشي ناخو عصير وناخو برانس يحبوا على الاخر كالبرانس ولا براونيز وكل شي دي ما يعني كيحبوك ياخذوا لمجة بالبرا ياخذوا يا براونيز لازمتني ايامات كي يلقوا وما ياخذوا قلوا هيا تن نعمل لك ايامي لبرا خيئ دي جا اني كنت ناويتها من الوقت اللي عملت الكروة قلت لكم لبنات مودها جايبش نعمل معاكم برشة رساتات متعلوم ومج نعمل معاكم البرا والكابكيك وكل شيء قلوا هيا تن نعمل لكم نتشجعني والله العظيم تعرف عندي قضيش ما انا حابة نعملها وقاضيت لها كشوكولاتة البيضة وكل شيء عندي برشة يعني من قبل حتى ما نعملك الكوكيز وكل دي جا قلت لكم انو بش نعمل قاضيت لها القضية وكل شيء وما سهلش ربي اني بش نعملها كيف اليوم قال يما بش مشي ناخو برانس وناخذ اللهم هما شو يحبو قلوا هيا خليطة نعملك اني لمجة الدار وخلي الفلوس عندك اعمل بيهم اللي تحب معناها خير ما انو تمشي في حكاية فارغة نعملوا اني حاجتي حاجته معناي في الدار خير فكا اوليد قلت هيا برا خلي نصور معا اللبنات فيسع فيسع ونركح لهم نبجتهم ونرتاح لاني اللبنات جيت نظفتك الطاولة وجيت البرحة خليت البيبل بتاع الكوجينة محلول البرح بيت دار لكم محلولة الحقيقة البرحة تبدل التقص في الليل محليها نسمة تهبل والدنيا باردة تهبل حتى في الصباح الصباح الدنيا جلاس اصلا والله تغطي فازيت نلقى صغار لكلهم مدوا مدوا معناها الملاحة فوسال ما مدت ديكا الدفاية تغطي بها في الصباح باردة باردة تدار مش نور مال اكا هو البرح بيت دار محلولة انا احكي لكم مش علغ بابر اللي دخلت لي الكوجينة ما هو هذاك الرخام الجالكسي تظهر فيه مش كيما مش كيما رخام و الا مابل اخر معناها كيما مابل الصالة متاعي كيما السيتو تصدمت وهو كيف ترى ترى نظيف اكا هو قلت لازمت ندور على الكوجينة لكلنا مساحة قبل كل شي وحتى الركن متاع القهوة حالة بالغبرة والله ندمت قال لي بيت الشباك محلول بيت الشباك يعني حتى الباب بتاع البورت في ناتر مسكر كان الشباك و منيش عارف الغبرة منين دخلت والله لاني عارفة البارح سيقت تاتشو ايها بتلكم الفيديو واني حبيت ان صبق قضيك يعني ركحت الدنيا وسيقت وكل شي قلت بالله غبابر باش كي نحل الدار تبدأ دنيا نظيفة تعرفوا الغبرة كي تبدأ البرة معناها تدخلك الكل الدار يخي اليوم سبحان الله في الليل يمكن عجيج من العشية والعجيج هيك ياسر عجيج فما كهو حصير وتغبرت الدنيا كل اعملت الكوجينة والدار قلت لا علينا فالدار اصلا الصغار المدام هم هنية قاعدين زايد المسحان وزايد كل شي كما قلت لكم يعني روتيني اني يولي اول الجمعة وقلا في وسط الجمعة المهم صغار مش على ايديا اما الكوجينة الحق ما نصبرش على لازمتني نضافها وننحي لالغبرة متاحة كما شفتوا على الحيض اعملت انكليني شوي وباش نحي هذومة متاع الطبقة اللي حاط فيه ساعات نحتاجه كفي جيب احدا يا حد كنحب المدفين نبخل حاط فيه هذوكم الكل قلت اي برا خلي نحي زايد الوشخة يعني كاو مش مشكل خلي نستعملو انا عجبني هيك منظروا محليه وكاوليت نحيته مش نخبي كل حاجات اللي كانوا فيه نقص عليها تفشو كاو يلا ما حالا مش حاطة برشا حاجات فوق الرخامة اما كيف نقص نحس روحي هيك نحس راحة اما توا يريدو كيف تبرد الدنيا نولي عادي ماذا بيا رخامت لكل معبين والله اما في الصيف لا نحب الراهة دنيا كل رايضة ما فما حتى هيك تفشا زايدة وفما حتى شيء اما فشتي عادي نقبل يعني الديكورات وكل الالكترو وفقر خامان نقبلو حتى يبدل كل هيك فقر خامان يعجبني معناها اكهو حطيت نحيته كطباق خليت كنا هكو ما كل نسخن فيهم الميق مش نكمل نحك البلاسة هيديا نكمل لمسة حكل اللي حكو كم تعرف فيها حتى تحته هما كايك تحسوا مغبرين اكل الاختام تاحا مدورين مغبروا اكهو حكا صغيرة ومسحة خفيفة ترجع دنيا نظيفة خاصة كيف الواحة تبدأ ما عندوش موراشة فطور تبدأ مرتاحة لمحال اني عندي مرقة متاع مرقة يعني في الفرجيدير اما مش برشا كا قلت حتى كمش نزيد البارح قلت نزيد حاجة على اساس مخليت عشيت عشينا في دراح ماتي قلت هو كا منزيد نزيد فريت هكا سلاطة وكهو كيف ما قد لي بشن طيب الفطور اكهو وليت قلت خليها عشي عشينا وكهو يعني اليوم الجاز ما هوش بش يخدم كل تذوي بالشوكولاتة اليوم مرتاحين اليوم كونجي من امس من امس العشية كونجي اذي كفارة عليها لحليب وليت نحيتها بشن بشن حكها والغاز تقريبا مظيف ديما انطيب ما انطيبش عليه ديما نمسح فيه خاطر ركا يعني عرفته بلار وزيد نوار لازمتوا ديما هيكا مظيفة كا ومساحتك الغسالة مساحت الرخامات رخامة مساحتك القلية كل شي بالزهر اكحلين يعني والله كدخلت صباح الكوجينة تصدمت كا ومعاش بشن بيت الكوجينة محلولة هي زيكا ودي جالة يمتها ديها حسيتها بردت البارح بردت اليوم باردة محليه منعرش عليش اليوم عندي احساس انو اشتي والله منعرش علي عندي كل احساس هكا الدنيا باردة محليها وتحس كافي برود ودنيا مغيمة محليه نهار اليوم منصورش كان الدنيا بش ترجع تسخن اني منعرش انو منصورش والله واعلم بالطبيعة خاطر نحس سهي معنا اكتوبر كهو مش تبرد امام بل يكون معاش تسخن كما كانت يعني ما نصورش كمش ترجع تسخن اكل القائلة اللي كيف ما تعديوا علينا لي متى اللي فاتت ديما هيك اخر اخر سبتمبر كهو يعني تبدأ هيك الدنيا ماشية شوية على شتي وترجع هيك حياتنا والله اللي بنات نحس هيك سهي حصيب فيها الجو والخروج والراحة وكل شيء اما ليلة ياسل واحد يتربط بصخانه ولي يحكي كان عصخانه وكهو حتى خروجك حتى تخلت كل مربوط بصخانه ما ديش باشا معور كان اللي فطروا فيه وكهو فطور الصباح الوحاية متاع كلها زكوكو كهو والكسين وكهو اللي فطر منها الزكوكو كهو وفات اخر سحفة قل قل قصبروا شوية للمولد شريتها للمولد ما شاء الله تكليت عجبتهم على الأخر زكوكو على الأخر يتعاركوا علي اصلا هكها وكملت بساحتك الحوض مش نخرج شوية عندي شوية تبشبش الناحية وعندي شوية تبشبش عندي شوية تبشبش عندي شوية تبشبش طابليات متاع لولاد وكل شي طويتهم وخسلتهم في الليل دخلتهم ورجعتهم لبلاصتهم ما عندي شوية تبشبش 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 اكيد وتدوش اما تبشبش 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 نبدأ حامدولا لكي نطوية بالليل نمتا مرتاحة بارح طلعتك بش نصلي وقلتا يخلنا طويت بش نرتاح عليه نقعد شغدوا واحلة فيه وبعد ذكرت الطابليات متاع الصغر اكا هولاني اللي بنيت بش نعمل مسحة الكوجينة لميتها بطبيعة تعرفوا كل فتفات وكل شي مش نعمل لها لمة ونمسحها من رغم راني ما زلت بش نطيبة نيتا وما زلت حتى منيش بش ندخل الدار الدار قد لكم ما تستحق حتى شي يعني حتى سهرية مسحة فيها المرح نكمل مسحة الكوجينة وبعد ذلك نحبك نعمل حاجة خاصة كش نعمل حاجة هكا حلوة وكل مش كمال الفطول الفطول برا نتقبل الكوجينة داخل بعضها اما نحبك ناخو راحتي في الكوجينة كي تبدأ هكا الدنيا كم نظمة كريتو سيلم هكا تخلي بالكتاب راني نقص الفين مرة نمشي لهم ونرجع نمشي لهم ونرجع يحبوني ديما يحبوني ديما ديما بمعاهم ديما مدام مش يقرام مراني لازمتني يكون معها ويديك حاجة غالطة لازمتهم يعملوا على رواحه كهو كملت مسحة الكوجينة والهني اللبنات مش نعمل معاكم البرانس البرانس عملته معاكم تقريبا عندها ثلاثة سنين الروسيتا وكاللبنات اعملوا كابتور عملتها معاكم وقتها في الحجر الصحي كنت تذكروا عندها ثلاثة سنين من كوجينتي لقديمة وقتها جيت وقتها روسيت ناجحة وقتها نتذكر جت بحثي شكون وذاقتها ما صدقتش اللي هي اللي ايني عملتها كان المنظر معناها ظاهر اللي وما هوش مشري معناها صدقوني روسيت ناجحة الف بالمية تهبل 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 كهو الهني اللبنات مش نعمل معاكم كي ما قطلكم البرانس اول حاجة مش نعملوا الجنواس اخذيت اه ايني عملت دوبل اللي تروسيت اللي حطيت لكم فيها كابتور مش نعملها دوبل خذيت 6 كعبة عظم عليهم 12 مغرفة متاع سكر 12 مغرفة حليب 12 مغرفة زيد شوية ملح بقى زوز باكوات سكر فاني وباكو خميرة متاع خبس تعود معاكم 6 كعبة عظم حطيت عليهم 12 مغرفة متاع سكر اني حطيت لبنات سكر محور السكر اللي محور دي ما تنقصه في الكمية ما يعني كيقول 12 مغرفة سكر نقصد السكر الاخر اما كيبدا سكر محور كيما ايني تقريبا عملت 7 مغرفة كيكون 8 مغرفة اكا هو اللي بنتخذيتك العظم والسكر شوية ملح مش نركضهم توا مليح حتى لين هيك يتضاعف الحجم متاحها وتولي كيما الكريم يعني السر متاع نجاح الجنواز هذية انها لازمتها تتركض مليح 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 سالما لهني فازة تمسي كرميتي قد لايجا عاوني نفيق فيها شوية خطرة على الاخر ريتو مستنسى هيك تقول يعطيني نعم الاني وما تصدق اصلا اني يقولها ايجا اعمل ايجا طيبة معي شوفوا الاني بالسيف شاد الركاضة مايش حابة مايش حابة معنا طيب لحتى شيء وما يقول لها قوم يزيب مش ترقد شاد الفرش ياسر او كالبنات كيف شاد القاعد يتضاع في الحجم او لا هذي كارفولية ناجحة العظم يكون بسخون يعني البرق ماهوش من الفريجيدير وما تزاوش شوية متاع الملح في العظم مايش بش نستعمل جيلك دي جاي كانت تدخلوا الفيديو اللي عملت فيه البرانس اللي بنات اني حاطيته لكم للي حبت انو نزيد نحطه لكم فيه تعليق مثبت اللي تحب هيك على فيديو واحد ونهار اللي كتتحب على الروسيت ومتحبش تدخل تتفرج في الروتين تلقى الفيديو واحد وتنبدله ايني الاسمه متاعه وقت اللي عملته والله اعملته من رأسي وقت قتلكم دي جاي دخلت على اليوتيوب لوجت شكون عام لك روسيت متاع برانس ماقيت حدا حد وقت كنت تذكروا قتلكم انو راجلي تحديني قالي تحديني انو نعملو البرانس وقتلكم لوجت لوجت معناه في اليوتيوب ماقيتش روسيت متاعه وليت عملت روسيت من عندي معناه حصلوا لاني البنات بعد بعد مركز بالعظم بش نحط 12 مغرفة زيت نباتي و12 مغرفة متاع حليب هاوكا بالمغرفة لكاس لميزان لحتى شي خاطر ساعت كي نعمل روسيت بالكاس تقولولي سيرين شنو الكاس قدش من مليلتر وكي نقول ساعت بالجرامات برش يقولولي سيرين معناش ميزان هاوكا بالمغرفة ستقوني احسن حاجة للكي اللي مغرفة نحسها ناجحة ودي ما تنجح معناه حتى كل مرة نجي نعودها الروسيت نحسها تكون ديما ناشحة بالكاس وبالجرامات لاني لبنات حطيت 12 مغرفة متاع فارينة اني استعملت فارينة متاع بقلاوة قعدتي شوية مكل عصيدة متاع اللازجوجو حصيره جاية تتهبل جاية خفيفة وتتشوفها من بعد بالسيف نهز فيها الكعبة ما جاتنيش كما جنواز العادية لاني حطيت باكو خميرة متاع جاتو وبطبيعة نزيدوا المكونات الاخرين حاولوا ان ما نخرجوا شكل هوا اللي تحصدنا عادية في العظم حاولوا اننا نسيسوها بشوية ما عاودش خدمتها بالمكسور هاوك خدمتها بيدايا بش تحافظ على الحجمة متاحة لاني حطيت خليط باكو كويسون وبش نصب توائل خريط في البلاتو اللي تحبوا تعملوه نجموا تعملوهم لبنات طبقة رهيفة تقولش عليكم بش تعملوها جنواز سيسمة يعني تعملوها في طبق ما اكبر منها كيك بش من بعد ما غير ما توقضوا تقصها امين بش نعملها كيما يعني هيك بلاتو عادي صغير وبعض هكي قصة على اثنين اذا تحبوا ما تقصوش وتبعدوا شوية على القصان وتخافوا من القصان معناها الجنواز وكل هاوك عملوه كيما نعملو كيما نعملو القاتورولي سخنة الفورة على ميو ستين درجة حالي تعدي كان من لوطة والمروحة من لوطة والمروحة كهو اني نستعمل في الجنواز وفي القاتورات الكل منحلش عليهم من فوق خطر وحدم وحدم تحمار من فوق حالي المروحة اكا وحطيتها في الفور تقريبا كيك سبعة دقائق ثمانية دقائق من بعض نخرجها بش نظم في سع في سع الكوجينة وبش نحضر الشوكولاتة اللي نحطها في البرانس ما والبرانس اكيد نعرفوه يبدأ مخطي في الحشو متاعه شوكولاتة ومن البرة زادة كيف كيف شوكولاتة بالنسبة لي المرة اللي فت في الفيديو عملت لكم عملت البرانس بالشوكولاتة ترتيني ومرة هذية الحقيقة ما عنديش وليت قلتها بش نطيب معاكم هيك اللي زادة كيف كيف حالتي مثال ما عندوش اه شوكولاتة يولي اه نولي ونعملوا واحدنا معناها اه شوكولاتة هيك ولا قناش ولا اللي تحبوا يا ديو بيو خديت حكا كريم اه كريم فريش وخديت اه حطيت المي بتباع يسخن بش نحط كريم فريش وش نحط نحط وضوزة توابع متاع شوكولاتة ومش نحط مغرفة متاع زبدة المهم لا يجب أن تجبز نضوب الشوكولاتة و نضيفها كريم فريش و حليب بركة و كبش الشوكولاتة من بعد حتى تبرد لا تباس تبدأ قطرية كما الشوكولاتة التالتينة لدي شوكولاتة أخرى لدي شوكولاتة أخرى فهو المرسوم و حين محطة كمية والله لكنت هكما توقعت هكا المرة الي فتك عملتها و عملت في مجزطة صغير و عملتها هذا الذي أتجاب في كاربت وحتى إن كنت أتجاب في جهة أثبت تحس الحليب والزيت يعطي وها بنها وخفها وتحسها الذوب في الفن مغير حتى ما تحتاش انك بش تسقها مليش مش نسقها لا بالحليب لا بالقهوالب حتى شي عجبتني حصير وقلت بقدرة ربي ان نعملها في القاترولي معادش نعمل روسية الاخرى روسية الاخرى نحسها عظمه برا يعني سيحة جي ناش حميب المياه اما هذي مطعمها ابن برشا تحسها مش جنواز تحس هيك كيك خفيف ومنين في نفس الوقت حضيت لبنات الشوكولاتة وش رحط الطبقة الثانية تاو متاع القتو دخلتها شوية لفرجدير شدت روحها شوية خاطر ما هي الشوكولاتة ترتينية اكيد مش تمت هيك الذوب شوية في لجناب دخلتها شوية لفرجدير وبعد خرجت مش نقصها لما حالة اني مزروبة لاني نرمى الماء خليها تبرد ونخليها تشد روحها كيما تعرفوا جنواز ماذا بكم تقصوه هش تيريكت هو من المستحصل الجنواز الطيبة قبل منهار وبعد تقصها تبدأ هيك لا تتفتفت لا شي بما انه اني صغر على ايدي ونحب فيس عفيس عنكمل وندخل بحضيهم وليت قصيدة وهي سخونة لاني نبنيت هاوكا كل كعباب كل هيك مرسومتها قدتو نغطسو في الشوكولاتة هاكم مدرا وصدقوني بالسيف نهز فيها الكعباء بالسيف نهز فيها بزوزو في الرجل وخايفة لتتكسر خطر رهيئ يعني ريتو كل الجنواز لبنائة طرية 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 على الاخر والله ابنينا تتشوفها من بعد ردت فعل راجلي قتلوا كيما لبراس قال لي لا حصير وتصدمت في بني بشي يعني حبيت نعمل براس سبحان الله قال لي لا مش كيفة امن منها بالحق والله لبنائة طرية ان شاء الله تجربوها يا رب ان شاء الله تعجبكم وتفرحوا بها صغيراتكم خير مش شريين بالفين مرة وكانت تحسبوا الكعبة كتيش ريواها تشريوها ظهري بثمانية مياه ولا هي تسعمية اذا كان مش دينار واحسبوا انتوما الكمية بتاع سنتها كعبات عظمة قدش قدش عملت لنا سهي حشرين الشوكولاتة وسهي حشرين اه يعني فما سكر وفما فرينا ما بل يكون حاجة عملتها انتي في الدق وهذا هي الشكل النهائي في بالي قاعدة نصور كي زينت بالشوكولاتة البيضة وكل ياخي ما ملقيت شاسي كونس هذيكا في تليفوني اه ما عملتش برشاني بشوكولاتة عملت الكمية هذيكا كهو والباقي عملتها بشوكولاتة البيضة فضلت لي رشيت عليه شوية فزق وخليتها كي من البرايك البرايك ما نعرفوا البرايك ما فيش شوكولاتة كي من البراس ايا برا قلت هذيكا براس وشوكولاتة براس وبرايك ما بعضهم اوكا الكعبة اللبنية خفيفة 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 على الاخر والله والله الظوب في الفم ان شاء الله يارب بي تجربوه وان شاء الله يارب بي تعجبكم وان شاء الله صغيراتنا يفرحوا بيهم ونعملوا لهم بكا حاجاتنا في الدار احسب انتو ما قادش من كعبة لحاتلي واحسبوه كي تشريوهم هذوكم البرا حاضرين قادش يتكلفوه قادوه قادش من البرا عين اوكا قائم اوكا 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 قايم قايم في المطعم تشعرها خفيفة كبيرة كبيرة 800 900 800 900 200 200 200 200 200 250